احنا مبارح في صباح الخير توقعنا ان كابتن حسام مش حيمشي على الطريقة اللي بنلعب بيها بقلنا سنين وسنين بس مبارح فاجئنا احنا يمكن ملعبناش كده من ايام كابتن حسن شحاته المنتخب ملعبش بالطريقة دي فكرة التلاتة قلوب دفاع مش انه نلعب بطريقة كلاسكية اربعة تلاتة تلاتة اربعة اتنين تلاتة واحد ومشتقطها كطريقة لعب تغيير سيستم الدفاع مش هقول انه نجحنا فيه بشكل كبير ولكن الخطفة اللي خطفناها لمدخب بوركينا فأسو في بداية اول سبع دقيق من عمر المباراة مش هقول رياحتنا هي تعبتنا بس هي مشيت كويس انه النتيجة كانت متأمنة الهدف بهدف تاني لانه المباراة لو طالت كان ممكن نعاني كثيرا وممكن كان نفقد نقطتين ثمينتين في مشوار تأهل مصر بإذن لو تتصدرنا لمجموعاتنا لانه زي ما احنا عارفين تسع مجموعات المتصدر مباشرة لنهاية كأس العالم وافضل اربع تواني من المجموعات التسعة بيروحوا يلعبوا بلاي اوف علشان كمان يروحوا على نصف مقعد مع القرى الأسوية فقصة معقدة فنلعب على الصدارة وده اللي يهمنا ما قدناش نوستوى المطلوب المرغوب فيه فنيا عشان نبقى واقعين منتخب مصر ليس هو بالمتخب القوي بل هو واجه ثلاث منتخبات في التصفيات الموهلة لنهاية كأس العالم في فا كندا الولادة المتحدة للمكسيك هي أسوأ المنتخبات أو أسوأ وضعية بالنسبة لهم فنيا فإحنا مش أقوية بقدر ما ضعف ضعف الخصد بالتأكيد حارك قلت الأهداف المبكرة كانت مريحة بالنسبة لنا مبارح في الماتش بشكل عام كده لما نيجي نحلل فنيا المباراة نقاط القوة ونقاط الضعف شفتها إزاي مبارح في المنتخب نقاط القوة لا غنى عن الحديث عن محمود حسن تريزيجي قلب فجأة رونالدو مرة واحدة مرح تريزيجي مبارح حاجة يعني كانت خطيرة بصراحة استثنائي واستغل الفرصة فعلا قلب رونالدو أو أودانا نكهة كده من اللعبين التقال اللي بعرفوا يخلصوا اللي بيستغل مهارته الفردية ده ما نقول حتى في التعليق قيمة المهارة الفردية لما تخدم على أداء الجماعي ونتيجة بإجابية تريزيجي لها كان فعلا قدر المسئولية فيه أنه يكون بيحصل على القرى بيروغ بشكل جيد وإنهاء الهجمة بجراءة وكيفية الإنهاء وكان رائع جدا محمود حسن تريزيجي وحسن من الحسنات اللي كانت موجودة وما كنتش أتمنى أنه يرهق لنهاية المباراة كان لازم يسحب في الشرط الثاني ويتم عملية إحلاله حتى توظيف زيزو وتغيير طريقة اللعب خلال المباراة طالما طمنت للنتيجة ممكن تلعب في سيستم الأداء الدفاعي حتى أواصل الملعب لأنه في وقت من الأوقات واصل الملعب كان مفقود تماما لأنه في بعض اللعبين بحسناك كمان في أوقات كثيرة من المطش ما كانتش موجود خالص شرط ثاني كامل أو مش هقولش يعني النص الشرط الثاني من الشرط الأول والشرط الثاني تماما مصر كانت فقدة أو منتخبنا الوطن اللي كانت فقد نصف الملعب وده كان واضح جدا وعلى وضعية جهاز فاني جديد دي أول مباراة رسمية بالنسبة للمدير الفاني المتخب بروك نفسه زي العميد حسام حسن لأنه معسكر مارس كان مباراة ودية فطبعا ما كانتش زي العسمية ولكن في الأخير العميد قدر أنه هو يصل لتشكيله مش الروح بس هي اللي بتدير المباراة لأنه في وقت من الأوقات حتى الروح ما كانتش نفعة في التحكم في المستوى الفاني بالنسبة للاعبين على الأرض الملعب أنا دائما كنت بقول أن الجهاز الفاني المتخب مصر لازم يكون أعلى من اللعبين فكريا لازم يكون استوى فنيا حتى لو محلي ما ينفعش حد يجي يرضي به الناس أو نرضي به الناس لكن في كل الأحوال إحنا وراه من نعمه ومعاه أكيد بإذن الله معاه للوصول ليه إحنا على فكرة ممكن نلعب بتصفيات أو مش تصفيات نهائيات كأس الأمة الأفريقية في يناير اللي جاي لأنه ما فيش إرجاءات في المملكة المغربية يعني ما فيش تحديث لموعد أو إرجاء لكأس الأمة الأفريقية اللي هتكون في عام 2025 فهل هذا المستوى الفاني يقدم من منتخب مصر يقدر أنه ينفس على الألقاب اللي جاي مع منتخب غينيا بساو يوم الاتنين اللي جاي مباراة صعبة